في هذا اللقاء الطيب الكريم في هذه الحلقة الطيبة نتناول حديث طيب كريم حول موضوع من موضعات هذا ديننا في هذه الحلقة أحبابي الأكارم في الله نتحدث فيها حول صلاح القلوب وأي صلاح القلوب يقصد ربنا تبارك وتعالى ويقصد النبي صلى الله على حضرته وسلم في صلاح القلوب بنعيش في وقت طيب مبارك كريم مع أحباء الشاشة الطيبة المباركة وفي صلاح القلوب أحبابي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نبدأ؟ لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال بعد بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا معك يا رسول الله؟ ماذا معك؟ ونحن نركب سفينة رسول الله مشرعين مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم حول سلامة القلوب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال أي سلامة القلوب تقصد يا رسول الله؟ قال الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه أن سلامة القلوب في تطهير القلب مع رب العالمين أي أطهر القلب مع الله لأن نظر الله عز وجل في قلب العبد النظر هو في قلب العبد الله عز وجل قال حديث حسن صحيح لنبينا صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صواركم ولا ينظر إلى أموالكم بل ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم حديث حسن صحيح أحباب النبي الكريم النبي صلوات ربي لما سئل على صلاح القلوب فقالوا أي صلاحة القلوب تقصد يا رسول الله قال ينبغي على المسلم المؤمن المخلص أن يطهر قلبه من الكذب ومن الفجور ومن الفسوق ومن العصيان ومن الغيبة والنميمة ومن الزم ومن المتح ومن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى ومن كل معصية ومن كل سوء قال وكيف ذلك يا رسول الله قال إذا كان الإنسان المسلم أسلم إلى الله أسلم بإيه أسلم بلسانه أم أسلم بقلبه آمن بلسانه أو بعقله أم آمن بقلبه أمذر إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أحباب النبي إذا صلح القلب صلح سائر البدن وإذا صلح سائر البدن صلح سائر العمل أحبابي علينا في هذه الحلقة نتعلم كيف نصلح قلوبنا مع الله كيف نقلص إلى الله كيف نصلح وكيف نحسن وكيف نتواصل مع الله تبارك وتعالى لأننا بعيدين عن الله تبارك وتعالى فصلت الله علينا أنفسنا بل وصلت علينا الدنيا وصلت علينا أشياء كثيرة مثلا مثل الأمراض والوباء والغلاء والداء وكل ذلك لأننا بعيدين عن ربنا تبارك وتعالى علينا في هذا اللقاء الطيب لنتعرف حول صلاح القلوب فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله في صلاح القلوب أي أنواع القلوب وأعلاها منزلة إلى الله تبارك وتعالى قال القلب المنيب لذلك أن الآيات قد دلت وبيّنت فضل الله تبارك وتعالى على أصحاب القلوب المنيبة التي أنابت إلى الله تبارك وتعالى وأخلاصت إلى الله عز وجل في معاملتها مع الله ومع الناس ومع كل الأمور فهي تحسن لنفسها فانظر إلى صلاح القلب قال القلب المنيب لماذا؟ لأن القلب أناب وأتاب واستسلم وعلم لأن أعظم شيء في الإنسان هو القلب هو القلب أعظم شيء في الإنسان هو القلب لماذا؟ لأن القلب هو العالم به الصارع لي المشير إلي المحب له المحب له اعلم أيها الأخ الكريم أيها الأخ المسلم أيها الأخ المسلمة المؤمنة الطيبة علينا أن نرجع إلى قيمنا وعلينا أن نرجع إلى أصولنا وإلى مبادئنا وإلى ضمائرنا وإلى أعمالنا الصالحة والتقرب مع الله تبارك وتعالى ينبغي هذا في صلاح القلوب مع الله فكيف نصلح القلب مع الله هذا هو موضوعنا أحباب رسولنا صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأننا نرى في مجتمعنا قد غابت الضمائر بل وقد مات الضمائر إلا ما رحم الله وإلا من يتغمضه الله برحمته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئله قال أحد مننا يدخل الجنة رسول الله بعمله أنظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا أحد منكم يدخل الجنة بعمله ولكن ماذا يا رسول الله قال إلا من يتغمضه الله بواسع رحمته قال ولا أنت رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمضني الله بواسع فضله أي بواسع رحمته وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاح القلوب دائما أبدا يقول نبينا صلوات ربي وسلامه عليه اللهم سبّت قلبي على دينك أو سبّت قلبي على طاعتك سبّت قلبي على الإيمان سبّت قلبي على الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي غافر الله تبارك وتعالى له ما تقدم من زنبه وما تأخر وهذا هو النبي البكاء الذي يحيي فينا صلاح القلب مع الله تبارك وتعالى أن يصلح الإنسان قلبه مع ربه فإن هذا الصلاح يعود تفضل تفضل يا سيد محمد تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ أنا عندي سؤال تفضلي يا سيد محمد أنا يعني مش بقرة كثير في القرآن بس كل جمعة يعني بقرة صورة الكهر ومقرة صورة يسير وبقرة صورة الدخان نعم تفضلي فأنا كده هاجر القرآن كل أسبوع يعني بمسكه بس القرآن على المسلم ورد يومي يعني المسلم عليه ورد يومي في القرآن فهاجب على المسلم دائما أبدا لأن بنقول السعادة في قرب أو الراحة في ذكر الله لأن ألا بذكر الله تطمئن القلوب وأنا بقرأ كلام الله فيطمئن قلبي وتسكن جوارحي مع ربي وأن هذا فلاح ونجاح وفوز مع طاعة الله تبارك وتعالى الأستاذة محمد بتسأل بتقول أننا بقرأ القرآن في كل أسبوع وفي صورة الكهف يوم الجمعة مثلا أو في يوم الأسبوع لا علينا ورد يومي في القرآن ولو صفحة حبيبي في الله ديننا يعلمنا أن لا نهجر القرآن لأن القرآن أعظم الكلام وأطيب الكلام وخير الكلام كلام الله تبارك وتعالى فكيف نهجر كلام الله عز وجل من ذكره فعمل به وأجر ومن أساب عليه فهو من الفائزين ومن الصالحين ومن متقين ومن متقربين وهو في جنات رب العالمين بفوز برضى الله عز وجل أي سؤال آخر تفضل أحبابنا وأحباب النبي صلى الله عليه وسلم ما زال الحديث موصول حول صلاح القلوب فقال رسول الله بين لنا أنواع القلوب قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طيب قلب فقال اعلموا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنواع القلوب عديدة فقالوا فسر وأسكر لنا يا رسول الله قال القلب المنيب والقلب السليم والقلب التقي والقلب الرحيم والقلب الوفي والقلب الواصل والقلب الذاكر والقلب الحامد والقلب الشاكر والقلب الورع والقلب المسترحم والقلب المستغفر والقلب الواصل القلب المعطي أحباب النبي صلى الله عليه وسلم